الإقلاع المزدوج بين ويندوز و لينوكس على نفس الجهاز فيه له مشاكل كتيرة ولا ينصح فيه أبداً بس إذا أنت كنت عمالك تستخدم ويندوز لوظيفة معينة أو ما لك مستعد أنك تنتقل ل لينوكس بشكل حصري فعلى أعام الأغلب أنك رح تعمل إقلاع مزدوج بين ويندوز و لينوكس وهون ممكن أن تواجهك مشكلة أنه بعد ما تقوم بعملية تثبيت لينوكس إما أنه الويندوز ما عادي أقلع أبداً أو أنه اللينوكس ما رح يقلع مع أنه هو النظام الجديد اللي ثبته فرح نشوف كيف ممكن أنه نحل هاي المشكلة بس قبل ما نحل هاي المشكلة لازم أنه نوضح نقطة أنه وقت اللي ثبت قبل ما قوم بتثبيت لينوكس لازم أعرف هل الويندوز أنا مثبته على بايوس أديم على الليجاسي بايوس ولا مثبته على اليو إي إف آي فلحتى أعرف هذا الكلام من الويندوز رح روح لقائمة إبدأ ورح دور على السيستيم إينفورميشن بالسيستيم إينفورميشن رح شوف السطر اللي بيقلي بايوس مود ورح شوف إذا كان ليجاسي ولا يو إي إف آي هلأ رح نشوف الخطوات اللي رح نعملها على الليجاسي لأنه بحالة اليو إي إف آي على أعمل أغلب 99% ما رح تواجه هاي المشكلة هلأ بعد ما تأكدنا أنه نحن موجودين على ليجاسي بايوس لازم أني ثبت الليينوكس باستخدام الليجاسي لأنه إذا ثبتت واحد كليجاسي وواحد كيو إي إف آي وقت اللي بيعمل عبلية التشغيل رح يكون في عندي بوت لودرز مختلفين وتبع الويندوز رح يكون ليجاسي وتبع اللينوكس رح يكون يو إي إف آي والنظام ما رح يقدر أنه يجمع بينهن وما رح يكون في عندي طريقة أني أقلع من الأول ولا الثاني فبهي الحالة لازم أنك إما ترجع تمسح اللي ثبتته بالبيوس المختلف أو أنك تحول الويندوز لليو إي إف آي هذا رح يكون موضوع مختلف تماما ما رح ندخل فيه بهذا الفيديو الآن لحل هاي المشكلة رح يكون في عندي طريقتين الطريقة الأولى ممكن أنه ما تخطر على بالك من بساطتها ألا وهي أني غير ترتيب البوت لودرز من البيوس مباشرة فهلأ رح رح روح لكاميرا الجوال لأنه ما فيني سجل شاشة البيوس مباشرة بالكمبيوتر اللي عندي رح أضغط على زر F10 بعد الإقلاع لحتى أدخل لإعدادات البيوس رح روح لـ System Configuration عندك ممكن أنه يكون الاسم مختلف بس من System Configuration رح روح للـ Boot Options ومن الـ Boot Options باعتبار أنه أنا مثبت النظام كـ Legacy كمان رح روح لقسم Legacy رح روح لخيار الإقلاع وبهذا القسم رح شوف أنه طال في عندي خيارين هلأ أنا ما بعرف أي واحد فيهن الـ Windows وأي واحد هو الـ Linux هلأ ممكن عندك يطلع عندك اسم التوزيع مباشرة فتعرف أي واحد اللي بدك تغيره بس هلأ باعتبار أنه جهازي بالبداية عما له يقلع من Windows وما عما له يشوف الـ Linux فأنا بعرف أنه الخيار الأول هو الـ Windows هذا الخيار بدي نزله بحيث أنه يكون تحت الخيار الثاني لخلي الـ Boot Loader تبع الـ Linux هو البداية هلأ بالـ BIOS اللي عندي رح استخدم أزرار F5 و F6 لحتى تغير الترتيب بـ الكمبيوتر اللي عندك ممكن يكون الأزرار مختلفة هذا راجع لماركة الكمبيوتر بعدها رح اضغط على زر F10 للتأكيد وبضغط F10 مرة تانية لحتى يتم حفظ التغييرات ورح تتم عملية إعادة التشغيل بشكل أوتوماتيكي وبعدها رح شوف وقت اللي رح يعمل إعادة التشغيل أنه رح يأقلع مباشرة للـ Grub وبهذا الشكل ممكن أني أدخل للـ Windows أو ممكن أني أدخل للـ Linux أما في حال أنه الطريقة الأولى ما اشتغلت معك فرح نعمل الطريقة التانية اللي رح نعملها من الـ Windows مباشرة بالـ Windows رح استخدم برنامج اسمه EasyBCD هو برنامج مجاني للاستخدام الشخصي ومدفوع للاستخدام التجاري فإذا دورنا على EasyBCD رح روح للموقع الرسمي اللي هو New Smart لحتى نزله منه رح يطلب مني رح روح للـ C-More ومن هون بيجي للـ Register طبعا أنا رح أعطيه أي اسم وأي إيميل ما في دعي أنه يكونوا صحيحين أبدا فشو ما كان يكون وبعدين رح نزل EasyBCD طيب هلأ رح نسبت البرنامج وبعدها نفتحه رح نختار اللغة الإنجليزية أوكي هلأ من هذا القسم رح يجي للـ Add New Entry من هون رح يجي لقسم Linux ورح يجي بدأ التايب أنا ما بدي الليجاسي أنا بدي الـ Grab 2 فرح يختار الـ Grab 2 رح نعطي أي اسم للتوزيعة أو لإصدارة لينوكس اللي عندي رح نخليها لينوكس بدون أي شيء تاني ورح أضغط على الزر الإضافة طيب هلأ لو اجينا للـ Edit Boot Menu رح تشوف أنه اللينوكس صار مضاف عندي والويندوز كمان مضاف عندي إذا كنت بدي أعمل الويندوز هو الـ Default فهو رح يكون الخيار الافتراضي أما إذا بدي أعمل اللينوكس اللي هو الـ Default فرح اختار الخيار التاني ورح قل له Save Settings أنا رح أرجع للويندوز كافتراضي ورح نضغط أوكي إذا كان بدي أغير مدة الانتظار قبل ما يختار الخيار اللي هو موجود فيه فبغيرها من خلال الـ Countdown هو أخذها بشكل أوتوماتيكي كـ 30 ثانية رح نخليها 30 ثانية هلأ بعد ما خلصت هاي الخطوة صرنا مستعدين أنه نعمل إعادة تشغيل لنشوف إذا كان رح يتعرف على النظامين ولا لا فهلأ لو وجدنا وعملنا إعادة تشغيل رح شوف أنه لسا عمله أقلع من الويندوز بس رح نشوف بعدين أنه رح يطلع عندي البوتلودر فهلأ مثل ما اللي شايف ممكن أني أختار الويندوز وممكن أني أختار اللينوكس خلينا بالبداية نشوف الويندوز طيب رح نعمل إعادة تشغيل مرة تانية هلأ رح نروح مع اللينوكس وهيكي بشوف أنه اللي شتغل عندي بشكل صح الخيار الأولي هو اللينوكس إذا بدي رح للويندوز مثل ما شفنا بالخطوة الأولى ببداية الفيديو فممكن أني رح للويندوز فرح نختار اللينوكس وهيكي بشوف أنه لسا شغال وما تغير أي شيء شكرا